أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول هل المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم الصواب تركها عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه نعم إذا لم يتبين لك أنها من الحلال اتركها تغليبا لجانب الحضر ولأجل ابتعاد عن الشبهة إذا لم يتبين لك حكمها نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة